أقرت جمعية المخابز والأفران المهنية في العاصمة المقتة عدن رفع سعر الروتي على خلفية انهيار الريال وقالت الجمعية إنه تم رفع سعر الحبة الروتي إلى 75 ريالاً بدلاً من السعر السابق المحدد بـ 50 ريالاً أشارت جمعية المخابز إلى أن الجمعية إلى أن قرار الرفع جاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الداخلة في صناعة الروتي وانهيار العملة المحلية وفقدانها لقوتي الشرائية فضلاً عن وصول كثير من المخابز إلى حالة الإفلاس وأشارت عميم الجمعية إلى أن رفع السعر جاء كضرورة للمحافظة على جودة الروتي وقيمته الغذائية وكذا لمنع إغلاق المخابز وتوقفها عن دورها في خدمة المواطنين